احنا يا سادة لما بنقول ان النصر اكتوبر حافظ على حياتنا فاحنا لازم نقول ان النصر اكتوبر لازم ينتقل فيه من حياة النصر الى نصر الحياة لازم يبقى عندنا فيه حاجة اسمها ازاي نعيش بالنصر ده ومش هنقدر نعيش بده غير لما نخرج من فلسفة بس الحروب الى فلسفة ماذا الى فلسفة المحاريب الكثيرة ان مصر فيها محاريب كتيرة ممكن ننتصر فيها لكن النصر كمان بيحصل المداومة فيه لما نداوم على بناء الاوطان النصر يا سادة هو مغزول فيه جهاد اسمه جهاد المعتدي لكن اكتر حد ممكن يعتدي عليك هي نفسك وعشان كده احنا لازم نبقى فاهمين ان احنا عدنا من نصر اكتوبر واحنا منتصلين من الجهاد الاصغر ومعنا نصر فتعالوا وندخل الى الجهاد الاكبر جهاد التعمير وجهاد الاخلاق وجهاد بناء الانسان وعشان كده النصر له النصر زي ما قلنا سوداسية القيم اللي احنا قلناها سوداسية القيم من اول قدسية الارض مرورا بكمان بالشهود الحضاري وجندية المواطن والعيش المشترك والايداء والابداع والابتكار ووصولا الى مسألة اجتماع الارادة والادارة كل دي قيم لازم تتحول الى براء برامج للتربية لازم يبقى عندنا مقرر نعلمه لأولادنا اسمه التأهيل بقيم النصر لازم نربى أولادنا على التأهيل بقيم النصر فعلى السبيل المثال لربى أولادنا على القيمة تعلمناها من حرب أكتوبر وشكلت معاني تخلصنا من معاني الفاسدة تعالوا نشوف قدسية الارض تخلصنا من ايه؟ لازم يبقى عندنا برنامج بيعلم أولادنا قدسية الارض فيعلمنا قدسية الارض فنتعلم منه ايه؟ نتعلم منه حاجة مهمة قوي ان الارض مش بتكون بما تعطينا ولكن الارض بتكون بما نعيش فيها من نعم الله سبحانه وتعالى لما محدش فينا يقول احنا والله احنا في ضيق ولا في ساعة الضيق والساعة هتكون لما تكون انت من أهل اليقين وتتحول ونحول أولادنا ان البطل هو الذي يصنع التغيير في وطن هو أبطال أكتوبر بقى أبطال عشان صنعوا التغيير ماردوش بالمهانة وعشان كده يبقى البطل هيكون بطل بالتميز ونخرج من فلسفة الصراع إلى فلسفة القيمة المضافة ان كل واحد فينا هيبقى بطل لما يبقى قيمة مضافة في وطن وعشان كده لازم نعلم أولادنا ان الأرض لقدسيتها وجلالها هل جزاءه الإحساني إلا الإحسان الله رب سبحانه وتعالى لما أعطاك هذه الأرض فانت لازم تحسن إلى الله فإن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن نتقنه وهنا يبقى فيه حاسبها البطولة ويبقى البطولة هنا معنى إنساني مش معنى عدواني البطولة إنسانية يبقى البطولة فيها معاني جميلة رقية منحفظ فيها على كرامة الإنسان ترجمة نانسي قنقر